بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة السابعة والخمسون بعد المئة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله ووقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فبيلة الشيخ الصالح بن فوزان الفوزان أضوى اللجنة الدائمة للإثاء وعضو هيئة كبار العلماء مع مطلع هذه الحلقة نرحب الشيخ فالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين فأهلا وسهلا أياكم الله وبركاته أياكم الله نعود مع مطلع هذه الحلقة إذا رسالة وصلك إلى برنامج من مهتمع علي أحمد شركان من الفوزان حلقة جديدة أحونا عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة النبس وبقي له في هذه الحلقة هذا السؤال يقول ما هو رأيكم في تكفيف الحواجب الكثيرة بالنسبة للمرأة المحجبة أياكم الله خيرا صلى الله عليه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين وبعد فإن الأخذ المرأة من حواجبها يعتبر من النمس الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبته قال صلى الله عليه وسلم لعن الله النامسة والمتنمسة والنامسة هي التي تزيل شعر حواجبها والمتنمسة هي التي تطلب من يزيل شعر حواجبها منها واللعن يقتضي أنها كبيرة من كبائر الذنوب وهو أيضا من تغيير خلق الله الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه مما يأمر به الشيطان بني آدم حيث قال وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيْرُنَّا خَلْقَ اللَّهَ وَمْ تغيير خلق الله هذا النمس المحرم فلا يجزي المرأة انتعرم لحواجبها لا بقص ولا بنتهم ولا بحلق ولا بإزالة بأي وسيلة وقول السائل بأنها كبيرة أنه لا تبرر محجبا لا يقولنا كثيرا وكبيرة المراجب الحواجب نعم هذا لا يبرر ما لم يبلغ هذا إلى حد التشويه إذا بلغ إلى حد التشويه فإنه يزال ما فيه تشويه فقط أما ادعى أن الحواجب أنها تحتاجنا إلى إزالة وتحتاجنا قص أو جاك فهذه من الأمور التي درج عليها كثير من نساء هذا العصر وقلدهن بعض الجاهلات في ذلك وهذا أمر يجب التنبيه عنه والتحرير منه لأنه منصوص على تحريره والوعيد عليه ولا يجب التساهل في هذا الأمر نعم يزالكم الله خيرا وأحسن أيديكم يقول المحجبة هل هناك فرق بين المحجبة وغيرها شخص فالح في هذا المدير؟ لا فرق بين المحجبة وغيرها لكن كأن السائل يريد أنها مرأة مستقيمة أنها مرأة مستقيمة وأنها هي أولى بالانتجام من غيرها وترك قصة الحواجب أو إزالتها نعم إذا قال ما أنها محجبة فهي مدعوها إلى الكمال نعم مدعوها إلى الانتجام طيب 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 ويجب على المسلمة أن تتحجب ويجب عليها أيضاً أن تحافظ على الاستجابة لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك الحاجبين على شكلهما وغير ذلك مما هو مطلوب من المرأة تركه والعماية به وشعر رأسها وحواجبها جزاكم الله خيراً وأحسن أيديكم من السائلة ألف مين من اليمن رسالة وفيها سؤالان تقول في سؤالها الأول لقد قرأت أحاديث على أن من قرأ آية الكرثي بعد كل صلاة لا يمنعه من بخوض الجنة إلا أن يموت فأنا أقرأها ولكن عندما أقرأها ألاحظ أنني قرأت جزء الأول أو كلمة وأظل أقرأها لما أقرأها آخر مرة يعني أشك في أنني قرأتها كاملة مع العين أنني أقرأها بتمعاً وأحاول الخشوع معها ولكن أظل في مسياني أرشدوني لطريق فحية جزاكم الله خيراً نعم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قراءة آية الكرثي وقل هو الله أحد والمعودتين بعد الفرائض ويتأكد ذلك بعد الصلاة الفجر والصلاة المغرب ويكذر سورة الإخلاص المعودتين ثلاث مرات بعدما يقرأ آية الكرثي يكذر هذه السورة ثلاث مرات بعد صلاة المغرب والصلاة الفجر أما بقية الفرائض يقرأها مرة مرة وفيه هذا الوعد الكريم أن الله سبحانه وتعالى يدفله الجنة إذا مات على ذلك فقراءة آية الكرثي وقراءة ثلاثة من الصور الثلاث بعدها مراغب فيها لما فيها من خير الكثير وأما ما ذكرته السائلة من أنها تقرأ وتتشكف وفيسها هذا من المسواس فلا تنتفت فلا تنتفت إليه هذا المسواس فلا تنتفت إليه عليها أن تمضي في قراءتها وتستعيد الله أزوجل وقبل التراءة تستعيد الله من الشيطان الرجيم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن تستعيد الله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه وعلى الذين يتولونه الذين هم بهم شيكون عليها أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى تستعيد به والله يعيد هذا العدو جزاكم الله خير وأحسن إليكم كما أورد تقول شيء صالح لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت هكذا ورد في الحديث نعم هكذا ورد في الحديث وشرحه موتك رب شرحه الوعد بدخول الجنة ومن قرأ هذه الآية الكريمة وهذه السور بعدها بنية صالحة وأنه إذا مات على ذلك على هذه النية وعلى هذا العمل فإنه مرجوع له يخذ الجنة وقوله إلا أن يموت لأن الجنة من أمور الآخرة ولا يحصل دخولها إلا بعد الموت لأنها من أمور الآخرة وأمور الآخرة تبدأ مما بعد الموت جزاكم الله خير وأحسن عيدكم تقول في سؤال آخر واجب المسلم أن يعلم الآخرين ما علم من أمور ديني ولكن عندما أقرأ أشياء في أمور ديني وأريد بعد فترة أن أبلغ أخاف أني نسيت شيئا أو أخطأت في بلاغي أو أني قد افتريت على الله وحينئذ أخشى من ذلك وقد بلغت شيئا غير ما طرأته أهل أعاقب على ذلك ودعكم الله خيرا يظهر من أسئلة هذه الوقت أنها مبتلات بالوسوس مبتلات بالوسوس فعليها يترك هذه الوسوسة وعدم الانتفاق إليها وأن تمغي في طريق الطاعة والتعليم والتعلم والعبادة ولا تتأخر بهذه الوسوسة ولا تلتكت إليها وتستعين بالله عز وجل تستعين بالله من الشيطان الرجيم ولا يضرها بإذن الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة منذ من أيضا يافع وباعثها المجتمع أحمد المرفدي ألاك أحمد يقول إننا في بلاد ريسية ونعيش في قرية صغيرة ويوجد لدينا مسجد ينتقل معظم السكان إلى مكان ليس بعيد جدا فيصعد على اعتبار في السن النزول إلى هذا المسجد وأردنا أن نبني مسجدا قريب لنا مع العلم أن المسجد الأول فيهدأ فما الحكم فيما إذا فعم ذلك إذا كنت الله خيرا هذا السؤال وهذا العمل يجب أن يراجع فيه العلماء في بلدكم من القضاة أو وزارة الأوقاف للنظر في هذا الأمر وعمل ما ينزم لأن هذا نقل المسجد إلى مكان آخر أو بنا مسجد في قرب مسجد آخر لا بد فيه من نظر أهل الاختصاص وعمل ما يلزم نحو ذلك فلا نستطيع الآن أن نقول لكم افعلوا أو لا تفعلوا لأن هذا يحتاج إلى نظر من ذوي الاختصاص ووقوف على المكان ومعاينة للسكان حول المسجد الأول والمسجد الجديد الذي يريد الذي يراد إنشاؤه وعمل الأصلح الله خير وأحسن يذكر أن الكبار لا يستطيعون الوصول إلى هذا المسجد إلا بمساقة شخص الذي يستطيع الوصول إلى المسجد وله بمشاقة يصبر وهو على أجر الله بقوله صلى الله عليه وسلم بالأعمى الذي جاءه وذكر له ما يلاقي من المشقة بينه وبين المسجد عسله قائد لائنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته قال النبي صلى الله عليه وسلم له هل تسمعوا النداء قال نعم قال أجب فإنما أجب لك رخصة وكذلك بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما ذكر اهتمام الصحابة رضي الله عنهم لصلاة الجماعة وحضور المساجد قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتاله يهادى بين الرجلين حتى بقامة الصح ذكر عنهم يأتون بالرجل من لا يستطيع المشيء نفسه وإنما يمسكه رجلا ويقيمه في الصح فدل على أن المسلم كان يستطيع الحضور لصلاة الجماعة ولي مع المشقة فإنه يصبر على ذلك وله في ذلك الأجر العظيم بارك الله وفيكم شيخ صالح إذن هناك مشقة تستطع ومشقة لا يستطعوا عليهم المشقة الذي لا يستطع كلمة الذي لا يستطيع الانداشي أو المقعد أو الذي يحول بينه وبيمسك عدو أو شوع أو خوف المحقق هذا يعظم وليه المصلي في مكان جزاكم الله خير وأحسن إليكم بعد هذا رسالة بعث بها المجتمع جمال بسيوني من مدينة بسيون في دمهورية مصر العربية ومقيم في باحة حين كتب الرسالة يقول رجل سافر إلى بلد غير بلده وترك جوجته وهي حامل وقبل رضوع إلى بلده وضعت الزوجة مولود وبعدما علم بقدوم المولود ذهب إلى بلده وفي الطريق قبل الوصول إلى بلده توفي الزوج فهل على الزوجة عدة في ذلك الوقت أم لا نرجو الإفادة جزاكم الله خير نعم إذا توفي زوجها ويغير حامل فإن عليها العدة عدة الوفاة لأن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام قوله تعالى الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجي يتربص لأوفيسهن أربعة أشهر وعشرة وتبدأ العدة من الوفاة من تاريخ الوفاة أما إذا كانت حاملا يتوفي عنها زوجها وهي حامل نعم فإن عدةها تكون بوضع الحمل طال أو قصر قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هذا عام في المتوفى عنها وفي غيرها من المفارقات عدة الحامل المتوفى عنها بوضع الحمل ولو بعد الوفاة بفترة يسيرة أو شاعة أو طال غلطارة مدة الحمل إنها لا تحضن العدة حتى تضع حملها ولو جاب ذلك عن أربعة أشهر وعشرة أيام على الراجح بقوله العلماء جزاكم الله خير وأحسن إليكم بعد هذا الرسالة بعثا بها مستمع يقول محمد عبد الخير نصري مقيم في جبيل رسالته بل سؤاله مطول بعض الشيء ملخصه أنه بعد أن قرر الزواج أصرت والدته على زواجه من ابنة خالتي يقول إن والدته أصرت على زواجه من ابنة خالتي وحين إذن كانت رغبته قليلة في تلك البنت المقترح زواجه منها وبدأ يستشير الآخرين وممن أستشار أخوه لكنه أيضا قاطعه عندما أدى له تلك الرغبة ويسأل هل رفضه لتلك المخطوبة يعد عقوق دوالدته شخصة لحولها جزاكم الله خيرا الزواج لا بد أن يقول عن رغبة من الطرفين يعني يرغب الزوج المرأة ترغب المرأة الزوج وليس لأحد أن يفرض عن الشخص أن يتزوج بمرأة لا يرغب الزواج منها لا الوالد ولا غيره لما في ذلك من عدم حصول المقصود لأنه إذا تزوج بمرأة لا يرغبها أو تزوج برجل لا ترغبه فإنه قد لا يحصل الغرض المطلوب من الزواج وهو الوئام والوفاق والأغراب الزوجية فعلى هذه الوالدة أن تتنازل عن هذا الإنزام وأن تترك الإخيار لابنها إلا إذا أراد أن يتزوج بمن لا تصلح له إنها في دينه فإن لها حق الرف ولها حق المل أما مدام أنه يريد امرأة صالحة من دينها وأخلاقها وأن تريد أن تفرض عليه امرأة أخرى لا يريدها فإنه لا يجبه في الطاعة في هذا الأمر لكن علينا نطيع والدته طيقة وأن تفاهم معها برفق ونين وما أظنها ثمان عدراءة من يجبها أن يشغر على عدم الغغبة في هذه فتاعة المقترحة لأن الوالد أطعا لا يريد بوالده إلا الخير نعم نعم وفي شهقة الوالد لا يمكن أن يفزله بشيء هو لا يريده لا جزاكم الله خير وأحسن إبيكم شيخ صالح بعض الشباب يتأثر بما يقرأ من أن الزواج من الأقارب له مساوة ويعددون كثيرا من الأشياء من بينها انتقال الأمراض وما أشبه ذلك أو توارث الأمراض بعبارة أصح فما هو توجه شخص لا حقيقة لهذا الأمر تطلاقا وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنتها فاطمة طبي الله عنها ابن عمه علي بن أبي طالب طبي الله تعالى عنه وتزوج الأقارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء المسلمون وتزوج الأقارب منهم وتزوج الإسرح بعضها من بعض وهذه الدعامة التي رهرت على أنسل بعض الناس أو بعض الأطباء لا أصلا لها ولا حقيقة لها فلا ينبع الانتفاق لي يعقل جزائكم الله خير الله أحسن رسالة بعث بها المسلم عبدالله الحسن أحمد يقول حدثنا عن حجاب المرأة وإذا رفضت المرأة الحجاب فكيف يكون التصرخ الزوج جزائكم الله خير حجاب المرأة هو ما يسترها عن العجال لأن تلبس المنابس الظاهية والمنابس غير الضيطة وغير الشفافة والمنابس التي ليس فيها زيبة وفتنة وإنما تكون ثيابا ساكرة وضافية وتغطي جميع الجسم عن الرجال فأنه سكر المرأة تغطي وجهها وكفرها وقدميها وترخي من خلفها تغطي عقبيها ولم سحب على الأرض من ورائها كما أجل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أوامر به فالحاصل أن حجاب المرأة هو ما يسعى جميع جسمها عن الرجال غير المحار بما في ذلك وجهها وكفاها وفسائل بدنها هذا الحجاب الصحيح الذي يدرع الحكمة عن الرجال والنساء على سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لكم وقلوا بهن إذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات مأمورات من حجاب عن الرجال فإن غيرهن من باب أولى وهيضا نساء النبي صلى الله عليه وسلم هم القدوة ونساء الأمة والتعليم بقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم عام عام في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيرهم وأن الطهارة مطلوبة لجميع الأمة جزاكم الله وخيرا الشقة الثانية من سؤال الشيخ صالح إذا امتنعت الزوجة عن الحجاب تلزم بذلك تلزم قال تعالى الرجال قوامون على النساء لما قبر الله بعضهم على بعض وبما يتقوم من أولهم فالرجل وهو الزوج أو الولي له القوامة على المرأة أن ينزبها بي حجاب ويؤذبها على ذلك حتى تلتزم بارك الله فيكم إذن لا بد من أن تحتجب المسلمة إذا ما أرادت أن تلقى مع زوجا مسلم لا بد من هذا بارك الله جزاكم الله خير نسأل أخونا عن الدعاء الذي ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم عندما يمر الإنسان على المقابل فالصلاة وعليه وسلم إذا مرض بالمقابل يستقبلهم من وجه ويقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحق يرحم الله المستقبلين مننا وليكم والمستقبلين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا معدهم وفلنا ولهم جزاكم الله خير وأحسن يقول في بعض الأحيان الإنسان يكون غضبا ويدخل عليه الشيطان في هذا وقت يحصل منه حدث بالله أو بالطلاق أنه لا يعمل هذا العمل فإذا عامله ماذا يعمل لأنه وقع منه الحدث بالله أو بالطلاق جزاكم الله خير أولا يجب على المسلم يحفظ لسانه من الحلق فلا يحلف على كل شيء ولا سيب الحلق في الطلاق إما فيه من الفطورة أما ما ذكره السال من أنه حلف بالله وحلف بالطلاق أيضا لأنه لا يفعل شيئا وفعله وهذا يعتبر قد حنف في يمينه فمن ناحية اليمين بالله تجب عليه الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة يعني عكاق رقبة مخيط من هذه الأمور الثلاثة طعام عشرة مساكين لكل مسكين نسف الصع ومقدار كيلو مستقريبا من الطعام أو كسوتهم بإعطاء كل مسكين ثوب يستره أو إعطاء كل مسكين ثوبا يستره أو إعطاء رقبة فإذا لم يستطع شيئا من هذه الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيام أما من ناحية في الطلاق الذي حلف به أن يفعل هذا الشيء وفعله فهذا راجع إلى نية على الصحيح إن كان نواء إقاع الطلاق عند فعله لهذا الشيء فإنه يقعوا به طلقة واحدة وإذا لم يسبقها طلقتان فإنه يراجع زوجته ويبقى له عليها طلقتان وإن كان سبقها طلقة فإنه يراجع أيضا زوجته ويبقى له عليها طلقة واحدة أما إذا سبق هذا الطلاق طلقتان من قبل فإنه تتكمل به الثلاث وتبين منه بيدونة كبرى لا تحرم له إلا بما بأن تنكه زوجا غيره ويطلقها ذلك الزوج راغبا عنها أما إذا كان لم ينطلقه وإنما نوى المنع منع نفسه من هذا الشيء فإنه يجري مجرى اليمين على الصحيح ومتفره كفارة يمين كمانسبب بارك الله فيكم نسأل عن هذه الأدارة في دعاء الاستفتاح وتعالى جدك مع معناها جزاكم الله خيرا تعالى جدك تعظم مجدك وغناك يا الله فالجد يراد به العظمة كما يراد به المال الجد يراد به المال وأما الجد فيراد به هنا العظمة فمعنى قوله تعالى جدك أي تعالى تعظمتك ومجدك يا الله وهو تنام على الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا ورحمة الله شيخ صالح الختام أتوجه لكم بالشكر الزجيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة ركوة المجتمعين وأمل أن يتزدد لقاء وأنتم على خير مجتمعي الكرام كان لقاءنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإستاء وعضو حيئة كبار العلماء شكرا للشيخ صالح وأنتم يا مجتمعي الكرام شكرا بحسن متابعتكم ونحن نرحب برسائلكم على أنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نيرون على الدرس مرة أخرى شكرا لكم مجتمعي الكرام وإلى الملتقى والسلام الله